المراضي الجلدية يستقبل يومياً مئات المرضى بأحد أعرقي الأحياء بعاصمة الهضاب لكن ما يميزه عن كل الأطباء هو التزامه بتقديم فحوصات مختصة بمبلغ 200 دينار فقط ويقدمها بالمجان لبعض المرضى مرسلنا يوبا بوغطايا زار عيادة الطبيب وعاد لنا بهذا الروبورتاج القناعة كنز لا يفنى والغنى غنى النفس صفة تنطبق على محبوب الفقراء والبسطاء إنه الدكتور أحمد خلفي الذي صنع الاستثناء وحديث العام والخاص بولاية السطيف والولايات المجاورة والذي لا زال يجري الفحوصات ب200 دينار فقط وبالمجان للمعوزين هو الأستاذ الجامعي والأخصائي في أمراض الحساسية الجلدية فتح لنا عيادته المتواضعة وقلبه الكبير بعد إسرارنا أمام رفضه للأضواء مهنة الطب هي مهنة إنسانية والإنسان في الدنيا هذه لازم دايما عليها أن يحسب لقدرته ماذا يستطيع أن يقدم للإنسانية قبل أن يحسب لفائدته ومصلحته عيادة الدكتور أحمد خلفي محج يومي للمئات من المرضى أغلبهم من محدودي الدخل ويؤكد الجبيع أن على يده شفاء للأمراض وراحة للنفس يتركها تواضعه وإنسانيته ورفقه بالفقير إلى درجة دفعه تكاليف الدواء للبعض منهم السيح مد هذا رأى وسطيف كل يكوب عنده مهنة عارف سيدي على يده شفاء وإنسان قانوع ونس ملاح وفهمت كيفاه أنا كمانا جيدي بروبلم دير ميك هذو رأى سبيسياليست ديرماتولوج والله ما ديره لي قرام إلا بيسي فيه هو يشوفني يعطيني يمتد فيه ما تسال معرك ونصر كبير وما يسلكش عليهم ويسلك الله ويقول كيسلكتالي ربعين بالمئة برك والزاوالي وذلك يزيدوا ويعطيني يسردوا وإن شاء الله يكون هذا العمل كامل خالص لوجه ربي سبحانه عز وجل والدنيا الإنسان نحن مديرنها مصرعا للآخرة ويبقى الدكتور أحمد مثالا لسموه النفسي ونبل الأخلاقي ويذكر الكثيرين بوصف الحكيمي الذي كان ذات يوم مرادفا للفظ الطبيب